تراف كورون يروح بيوم ويومين كم بيستكسروا الناس يعني من 2011 لليوم في سوريا بعدها بيستكسروها بس هذا ممكن يعشر قداش خطورة سوريا في منظار العالم كله ويقوموا بيستكسروا 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 ب اه في ليبيا لأنهم استخدموا إسلاح هيا هيا لحد الآن كلها مع بعضها قائمة سواء في سوريا ولا سود في هاي هاي سوريا هاي ليبيا هاي اليمن هاي مصر لا تزال ساخنة ساخنة لا تزال سواء استخدمت القوة ولا ما استخدمتش بس اللي بيستخدم القوة هو اللي في النهاية بوصل واللي بينام خلاص ما هي باقي الشعوب نائمة هم كيف ظلهم مستمرين هذول الجواسيس والناس اللي لا اخلاقيين واللي بيعمنوους بعيدين هم كيف استمروا كيف استمروا هم موجودين ومين هم أصلا ابحش عن عائلاتهم وشوف ت وهذا اللي كان في مصر وين في اي حرة كان يعيش يفهموا حتى تدركوا انه لحد الان على كلين زي ما قلنا دير باكم الجيوش يعني جسم هال الأضخم هذا بنتظر الفرصة انه ايش هي الفرصة انه توصل نقطة اللارجعة في بلده خلاص بنحاز لشعبه بنحاز لشعبه بس يعرف ولذلك زي ما قلنا هم ليش بقلتوا الشعب السوري الجيش في معظمه صار ينحاز ينحاز وصارت جيوش من الخارج تأتي طب ليش خايفين من ايش انتو انتو خايفين من ايش بتكون مش الشعب يحكم ليش بتكون هذا ما يعني معناتو مين هذا